أربعة وزارات يسيل لها لعاب الأحزاب هذه الأيام المالية والنفط والصناعة والزراعة وفي حسابات الربح والخسارة تتغلب المالية على البقية بوصفها وزارة رابحة إذ إن تخصيصاتها في موازنة العام الحالي أكثر من 45 تريليون دينار بينما كانت 29 تريليون في موازنة 2019 النفط أفقر من المالية على صعيد التخصيصات فحصتها من الموازنة أكثر من 16 تريليون دينار منخفضة بنحو تريليوني دينار عن موازنة 2019 أما الصناعة فلها نحو تريليون دينار وللزراعة وهي الأفقر بين نظيراتها نحو 300 مليار دينار بحسب مصادر سياسية تخوض الأحزاب حاليا مفاوضات سرية لمقايضة الوزارات في تعديل وشيك بالتزامن مع مناقشة الموازنة في مجلس النواب ولكن لم يعرف على وجه التحديد من هي الأحزاب الداخلة في الصفقات وماذا تقدم مقابل ما تريد غير أن لغة الأموال ربما تفصح بوضوح عن الوزارات المرغوبة وربما أيضا عن الجهات القادرة على نيلها ترجمة نانسي قنقر